اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم نهج البلاغة ما زلنا في عهده عليه السلام الذي كتبه إلى عامله مالك الأشتر النخعي رضو عن الله عليه لما ولاه مصر يقول له بأبي وأمي أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوا من رعيتك فإنك إلا تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ومن خاصمه الله أدحض حجته وكان لله حرباً حتى ينزع ويتوب وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم فإن الله سميع دعوة المظلومين وهو وللظالمين بالمرصاد يقول الإمام يقول الإمام عليه السلام لعامله مالك الأشتر النخعي أنصف الله كيف ينصف المخلوق خالقه شنو يعني أنصف الله أي بأداء فرائضه بطاعته باشتناب معاصيه وأنصف الناس من نفسك كون يا مالك تنصف الناس ولو على حساب نفسك ما هو الإنصاف الإنصاف سؤل أيضا صلوات الله عليه في نهج البلاغة واللي يحب يراجع الإنصاف يعني العدل سمي الإنصاف بالإنصاف من المناصفة إعطاء نصف لك ونصف لي إذا تكلمت كون أخليك تتكلم إذا سمعت كون أخليك تسمع إذا رأيت كون أخليك ترى هذا هو العدل هو الإنصاف وأنصف الناس من نفسك اعطي حق الناس ولو كان ذلك الحق من نفسك الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول أشد ما فرض الله تعالى على خلقه ثلاث كان يقول لهم بأبي وأمي ألا أخبركم بأشد ما فرض الله على خلقه عد ثلاثا أول واحد شنو انصاف الناس من نفسك سيد الأعمال هو الإنصاف نعم يعني العدل يعني عدم الظلم وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك أفرض واحد من أهلك تشاجر مع واحد من الرعية فكون تنصف الذي من الرعية ولو كان الإنصاف تأخذه من خاصة أهلك من أخيك من ابن عمك من ابن خالك من أقرباءك من أرحامك ومن لك فيه هوا من رعيتك هوا ميل ومحبة من رعيتك أفرض أك واحد من الرعية أنت تحب تميل إلى تشاجر مع واحد أنت ما تعرفه أو حتى إذا تكره حتى إذا تكره باك فكون تنصف وأنا قلت فإن الشحة بالنفس في أول حلقة الإنصاف منها فيما أحبت وكرهت يعني عامل الناس كلهم حسب لياقته لا حسب من أحبت نفسك وكرهت نفسك ومن لك فيه هوا من رعيتك كون تنصف الناس اللي ما تعرفهم وهم من رعيتك كون تنصفهم من الذين تحبهم من رعيتك ومن لك فيه هوا من رعيتك ميل ومحبة فإنك إلا تفعل يعني فإنك إلا تفعل الإنصاف والعدل تظلم نستجير بالله تكون ظالم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عبادي نستجير بالله من الظلم بالتالي الله تعالى يتولى ويرد على الظالمين دون عباده شوف التعبير ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده الله تعالى يتوهل ويتكفل الرد على الظالمين ومن خاصمه الله أرجوك الذي يخاصمه الله شي يكون قاطعا يبطل حشتة حشتة تكون باطلة الإمام صلوات الله عليه يقول في نهج البلاء ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ومن خاصمه الله أدحض حجته يعني أبطل حجته وكان لله حربا هذا الظالم الذي يظلم عباد الله يكون لله حربا حربا شنو يعني محاربا وكان لله حربا حتى ينزع ويتوب حتى ينزع من الظلم ويتوب منه فليختار الإنسان الظالم الظالم إما أن يبقى على ظلمه وإذا بقى على ظلمه يكون محاربا لله تعالى وإما ينزع من الظلم ويتوب من الظلم والعقل يوحي أن محاربة الله تعالى محاربة خاسرة على الإنسان لأن الإنسان غير قادر على أن يحارب الله تعالى فما عنده خيار إلا أن يبطل من الظلم ويتوب منه فاصل قصير وللحديث تتم ما زلنا في عهده صلوات الله عليه إلى عامله مالك الأشتر النخعي رضو عن الله عليه لما ولاه مصر يعلمه الإنصاف لمالك يعلمه العدل لمالك يعلمه عدم الدخول في الظلم لمالك أسأل الإنسانية هل يوجد حاكم في التاريخ وما حنت النياب وما كر الجديدان كعلي بن أبي طالب يكتب إلى عامله يقول وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوا من رعيتك والإمام يبين إما يفعل الإنسان ولا سيم الوالي أو الحاكم الإنصاف أو يدخل في الظلم وذكرت لك الذي يدخل في الظلم حربه خاسرة لأن الله تعالى قادر غير مقدور عليه والله تعالى يتولى ويتكفل بالرد على الظالمين ما هم ما كانت الدنيا في أيديه إذن الإنصاف كما بيّنت هو سيد الأعمال كما ورد الإمام صلوات الله عليه يبين لمالك قائلا له لا يوجد شيء خلي أبيّن لك العبائر من بعد ذلك أقرى لك النص لا يوجد شيء يغيّر نعم الله تعالى ويعجّل نقام الله تعالى على العبد أو على الوالي خاصة من إقامة على الظلم أقرب الأشياء التي تغيّر النعم وتجلب النقم بالإقامة على الظلم شوف الناس يقول لعامله وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله تعالى نستجر بالله يعني لا يوجد شيء أدعى يعني أدنى وأقرب يعني الأشياء التي تقرب لتغيير النعمة وتعجيل النقمة ارجعوا إياه إلى الناس وليس شيء أدعى يعني أدنى وأقرب إلى تغيير نعمة الله تعالى وتعجيل نقمته وتعجيل عذابه من إقامة على ظلم من البقاء على الظلم فإن الله سميع دعوة المظلومين شوف الإمام صلى الله عليه لم يقل سامع دعوة المظلومين لا فإن الله سميع دعوة المظلومين سميع لشكاية المظلومين لآهات المظلومين يرى دموع المظلومين وهو للظالمين بالمرصاد وهو أي الله في محل الترقب والترصد للظالمين فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر سهام الليل التي تخرج من أفواه المظلومين بالدعاء على الظالمين سارية المفعول وهذا فد واحد يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما هذا الدعاء سهام الليل نافذة ولكن بها أمد وللأمد انقضاء فيمسكها فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفد القضاء الله تعالى يعلم الله تعالى هو أحكم متى يهلك الظالمين ولذلك لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يبضي إلى الندم إشقد الإنسان يفرح بأكل أموال الناس باختصار حقوق يعتبر إنجاز يعتبر نصير يعتبر هذا اللي دي يسويه شطارة لكن متوهم مهما كان الظالم رفيعا وقويا لكن عاقبته شنو وخيمة وبيلة غير هنيئة لأن الله شنو سميع دعوة المظلومين وهو للظالمين بالمرصاد في محل الترقب والترصد فيأخذهم آخذ عزيز مقتدر أيضا عندنا في نهج البلاغة للظالم البادي غدا في كفه عظة علامة يوم القيامة يعرف بها ذلك الظالم شلون فضيحة بعدين الدنيا ما تسوى أن الإنسان يأكل أخيه ويعتدي على جيرانه ويعتدي على إخوانه ويعتدي على أقربائه ويأكل أموال الأيتام وأموال المستضعفين خلصانا الدنيا الدنيا ساعة مفروض الإنسان يجعلها طاعة الدنيا مزرعة الآخرة شل سوى هنا تحصد هناك والظالم عواقبة وخيمة كبيرة في الدنيا والآخرة شوف الظالمين إش قد قتلوا وكلهم يدرون بالنتيجة والنتيجة واحدة يقتلون لأن الله تعالى للظالمين بالمرصات لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم مصدره يبضي إلى الندم أكو من يقراها فالظلم آخره يبضي إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه أي سهام الليل الدعاء على الظالمين في جوف الليل الله تعالى سميع لشكايتهم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو يدعو عليك وعين الله لم تنمي على أمل اللقاء في برنامجكم نهج البلاغة موسيقى 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 اشتركوا في القناة